مصير الطائرة الماليزية لا يزل مجهولا بعد أكثر من 16 ساعة من فقدانها عن شاشات الرادار الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية أقلعت فجر السبت من مطار كولا للمبور متوجهة إلى بيكين وعلى متنها 227 راكبا إضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 12 فردا آخر المواقع المعروفة للطائرة يبعد 150 كم شمال السحل الشرقي لماليزيا وكان يفترض أن تجري هذه الطائرة الماليزية اتصالا ببرج المراقبة في مطار هوشيمين لكنها اختفت بطريقة فجئية ولم تظهر بعدها هذا وفي إطار عمليات البحث المكثف عن الطائرة المفقودة رصدت بقعا نفطية كبيرة وعمود دخان قبالة سواحل فيتنام لكن لم يتضح ما إذا كان لذلك صلة بحدث اغتفاء الطائرة الماليزية لغز اغتفاء الطائرة حير خبراء طيران في وقت كانت تحلق فيه وسط أجواء آمنة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة